. 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 تفضل الرضاق. لا تفهم. رحلني سألت سؤال. ونت تقول لا يوجد تتخاب. لا تقول لك. لا تقول لك الاتحادية لا تكون. وأنا مع هذا الطرح. هذه تعليزة كاديمة بدليل لم تغلقوا. ما تجب في سيدة بالعباس خمية مليانة؟ هذه شيء. يجب أن تتخابها إلى مدربين. ما نجب في مدربين؟ ما هي المعايير والمعايير؟ لا تخطر هذا المدربين؟ دعنا نسمع المعايير. لا تزيد كل مالك في ربع ساعة. دعنا نسمع إختيار الطواقم وما هما المعايير. قتلك في نفس السياق. نستمع لما قاله عمر منسول. لكي نقول لك. نستمع. نزيد الرحلك بعيد. على أي أساس تختار الطواقم أو المدرب الرئيسي والطاقم المرافق له في المدخب الوطني. هناك مقياسين مفاضلة في اختيار المدرب الرئيسي أو الطاقم إن صح التعبير. شوف فيه نوعين من المدربين. المدرب يصنع اللعب ومدرب يصنع الفريق. المدرب الذي يصنع اللعب هو المدرب المكون وهو الموجودين في الأندية. والمدرب الذي يصنع الفريق موجود في الفرق وموجود في المدخبات. المدرب الذي فاز ببطولة أقل 19 سنة أقل 23 سنة مدرب بطل. مدرب يستطاع أن يصنع فريق من لاعبين ربما متبيني المستوى. ولكن عندما ينتدب ويزكى هذا المدرب في أن يشرف على المنتخب الوطني. سيكون له الجو ربما بأريحية أكثر لأنه يجد لاعبين مميزين يصنع منهم منتخبا قويا. فيها تشريع جزائري في المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية يقول بأن من أجل أن تكون مدربا وطنيا على الأقل تكون تحصلت على لقبا وطنيا. وبالتالي في الجانب القانوني تقيدنا بهذا. وفي الجانب التقني نأخذ كل المدربين المتميزين الذين تفوقوا في البطولة الوطنية في فئات شبانية تنافسية. وأثبتوا جدارتهم طيلة موسم أو موسمين وتحصلوا وتفوقوا. نأخذ المدربين على هذا المقياس وهذا المتعامل به والذي جسدناه. والذي جسدناه في أقل من 17 سنة. لأنه ربما هذا المدرب حاز في الفئات الشبانية على بطولات. هذا هو المعايير. هذا المرسوم التشريعي. لماذا لم يطبق من قبل؟ لأنه كانوا حاكمين. لا نسميه الأسماء. لا نريد أن نعود إلى الجرح القديم. كانوا مدربين مدوا حتى دي تيتر. لا لديهم ألقاب في الفئات الشبانية. هذا مرسوم تشريعي على الدولة. لماذا لم يطبق الآن ولم يطبق سابقا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية. من جهة سيد عمر منسور في الندوة الصحفية. لم تجوز على الباصر لأنه طويل. يقول بأنه كان كارثة حاتثة في الفئات الشبانية. وعلى بلده كان يسرع. الناس كانوا يشيروا ليزاربيت. كانوا يشيروا الألقاب. يعني الفوق أكاينل تحت ما كاش. يعني لبطل في الأقسام أو في الفئات الشبانية. بإمكانه أن يولي مدرب وطني. حتى وهذه الألقاب ما عرفوا بأنها مشكوك فيها. يعني نقطة استفهام كبيرة سامير. مرسوم تشريعي هذا فيه وعليه. من جهة أنا أعترف بلي مكاش تقوين. بلي بطولة شبانية تواعنة كاريتية. ومن جهة واحدة يقولوا لا لا. اللي يدي في البطولات الشبانية. هو اللي يحكم اللي إيكاز واللي إيوديسات واللي إيوديسناف واللي إيوفا. كما رأى السيد مانع يروا حاكم سبق له كالمدرب. أردون دوتلي فاصل مان في الكلاب. لزنانسيان جوار أغرق عليهم الباب. يفورميهم. ما يخدموهمش. بلاك سالتاموسي وما ما يروحوش. لفئات شبانية. أنا حبيت نطرح في سؤال. الفيديارشون فرنسيز. كي دارو قاع طواقم الشبانية قاع. داروهم سدي زنانسيان جوار سدي زنانسيان شامبيون ديموت. تقدر تتروح. لا فدر تلقاهم قاع. مل تحت للفوق قاع سدي زنانسيان جوار. لديهم المرسوم وما. لا. لديهم المرسوم. وما يقف عن أنه حالي. يترانسي جوار. يترانسي جوار. يترانسي جوار. يترانسي جوار. يشيروني بأنه يجب أن نذهب للفاصل. إشاريت وما نعود لمعاد وعلي بن شيخ للحديث عن هذه النقطة. المهمة والمهمة جدا. فاصل ونعود مشاهدين الكرام. عدنا بكم مشاهدين الكرام. لباقي حصة بالمكشوف. توقفنا عند لديتيان. عند المدنية الفنية الوطنية. وسيد عامر منسول. تعيين طواقم الفنية للفئات الشبانية. فيها وعليها. لحد الآن لم يكن فيها أي لاعب دولي سابق. على الأقل معروف. موضوع أو موجود في مختلف الطواقم. لحد الآن كاين لأيفا إلى إيديسات. قال لك في الإيديسات. يقولوا كاين أحساب سيا عامر منسول. كاين لعب دولي سابق. يقال بأنه مدرب الحراس. حسب المعلومات التي بحوزتي. بنطلع فيصل. يقال بأنه كان مدرب للحراس سامير. قال لك كاين لعب دولي سابق. ما يجبه أحد من الإنسان. كيف يجبه أحد من الإنسان؟ أبداً جداً. لا يجب أن يكون أحد منه؟ لا يجب أن يكون أحد منه. في الانترينير من الإنسان. موعد نمرودي ما تعليقك على المعايير الذي اعتمد عليها السيد عمر منسول معايير اللي اعتمد عليها السيد عمر منسول اللي اعتمد عليها عمر منسول أنه هذه المعايير لم يتم العمل بها أو عمل بها بدكاء لماذا رضوان لأنه في نفس الوقت أنا قلت لك أنه أسماء عديدة من لعبين دوليين السابقين والله العظيم يا رضوان أنا كان لحديث معهم وهما تلقوا اتصال من بنطلع أنا مختاروني باش نكون في الطاقم الفني تاع الـ EDC ولكن كيف حنا لعبين دوليين سابقين وكنا في الـ Formation دلنا الـ Formation ensemble كنا مع بعض في التكوين وبعدها اليوم كيف ولكن احنا قالوا له طلبة منا أننا بعتوا الـ ECV تعنا باش نعملوا في مختلف الطاقم الفنية للمنتخبات الوطنية وإذا بهم يسمعوا أنه تم اختيار الطاقم الفنية كيف عمر منسول هذا كيف اختار الطاقم الفنية هل بسهلون هذا الكريتار اللي راه يقول عمر منسول يوم في المديرية الفنية هنا علامة استفهام وستفهام كبيرة لأنه لما نتكلم نتكلم اليوم على عملتها المديرية الفنية وعلى كيفية اختيار الطاقم الفنية للمنتخبات الشبانية وإذا بنا اليوم نوجد نفسنا تقريبا وربما في نفس ما كان معمول به في السابق اختيارهم كيف لماذا ما فيهش كما كنا نتكلموا لعبين دوليين سابقين باش يكونوا في الاتقم الفنية هنا كذلك علامة استفهام علي بن شيخ ما تعليقك على المعايير التي أعلن عنها أو كشفها سيد عمر منسول حسب المرسوم التشريعي في اختيار طاقم الفنية للفئات الشبانية أنا والله هنا شوف نقول لك جست كلكمو تركو وتحبس تماتك أنني مدهوش اللي يدي الشمبيونة في تزير يرح لكي بناصيونها يحكمي السيليكسيون أركونا على بانك شو سير الشمبيونة وانا حضرنا وشوفنا بعينينا شوفنا بعينينا مثل ما عليه بن ينسان اخترات يزعف نقول له يا السي عمر عمر السي عمر على بانك شو سير في الشمبيونة البندير وكذا باش يخرج الشمبيونة أنا هديا أنا هديا أنا هديا أنا هديا أنا جزل حاجكرا جزل حاجكرا يفضل ميو أنا مبالي كي مقارا هستي هديا لا يفضل قبل جزل حاجكرا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة